مرحبا موليد برش العرب معكم كارمي شماس كيف بده يكون الأسبوع اللي بيبدأ التنين 29 نيسان أبريل وبينتهي الأحد خمسة أيار مايو هيدا أسبوع مهم جداً أول شي بيبدأ بطريقة حلوة كتير لأنه الأمر موجود ببرش صديق لألكن بينتصف الأسبوع بشغل وبينتهي بأمر جديد عن بعاكسكن وكل الفترة الشمس موجودة ببرش الثور يلي هو البرش اللي بيعاكسكن معناه تعل أرجح كل هيدا الأسبوع عيونكم بضل المفتحة بدكن تكونوا مصحص حين وشغلكم بده يكون دقيق بدكن تنتبهوا ضروري أنه يكون في تجنب للخلافات مع مين مكان التنين وثلاثة تسع وشرين وثلاثين نيسان أبريل آخر يومين بشهر نيسان بيحملوا خبر سار بيطمن للكن بالكن توافق تعاطف معكن خبر سار ممتاز حلو بيلطف الأجواء بيدعمكن بيحضنكن بيتعاطف معكن بيصادقكن نجاح بالمنافسات نجاح في التعامل مع الناس نجاح في تقديم الأطروحة وطرح المشاريع حتى الأمور الصعبة لأنكن أنتو الفترة العامة اللي عم تمرقوا فيها مانا سهلة شجعكن أنكن تشتغلوا بقوة على كل الأمور الصعبة يومي الثانين والثالثة وهيكي بتقدروا تنهو شهر نيسان وأنتو مبسوطين وضميركم مرتاح الأربعة وواحد أيار مايو يوم مقصوم إلى قصمين الأمر موجود ببرش الحود صديق لألكون حتى الساعة وحدة وخمسة عشرين دقيقة ظهر توقيت بيروت فترة ممتازة لألكون استغلوا كل لحظة منها يعني الساعة حداعش إلى الربع عفوا الساعة عشر ونص صباحا التوقيت العالمي بينتقل ما بعد الأمر لبرش الحمال هون تتغير المعطيات نرجع منشوف الصورة الشمس موجودة ببرش معاكس لألكون وكأنه خصمكن أقوى وعم بيرائبكن بيوصل الأمر لبرش الحمال اللي هو بيت الشغل وكأنه صار فيه حدا عم بيرائب شغلكون وعملكون يوم الأربعة كتير من الناس بيجازة يوم العمل وبالتالي يلي عم بيشتغل بدون ينتبه لشغله يلي ما عم بيشتغل بدون ينتبه أدائه بالبيت وأدائه مع حياته بحياته الاجتماعية ما تفكروا إنه شو ما كان بيزبط فيه شغل فيه درس فيه عمل فيه واجبات مهنية عم تشتغلوا عليها فهذه النقطة بيكون تتابعوها ما تلته يلي عم بيتابعن القرى الأمريكي إذن كل نهار من الصبح الأمر ببرش الحمل ركد ركد ومتابعة ويمكن يكون عند الجميع وين ما كنتوا يوم الأربعة والخميس والجمعة ضرورة التفاف وتعاون وشغل مع خصمكن أو منافسكن أو شريككم بالحياة عنده مشكلة أو عنده قصة بيكون تساعدوا فيها ثلاثة ايام أربعة خميس وجمعة فيه شغل يمكن فيه سهر الليالي عينكن على الساعة عام بتحاولوا تخلصوا شغلكون عالوقت نصيحة الفلكية لقلكون خلصوا شغلكون وما تتأخروا ليش؟ لأنه سابتوا الأحد عنا الأمر والشمس اتنايناتهم ببرش الثورة عم بعكسكن وعننا أمر جديد عم بيخلق ببرش الثور مساء السابت أربع أيار مايو الساعة 11 إلى ربع مساء توقيت العالمي توقيت بيروت بيكون الأحد خمسة أيار مايو اتنين إلى ربع فجرا بيخلق بيخلق الأمر الجديد بالنسبة لمولود برش العقرب هايدي ضغوط إضافية هايدي معاكسة إضافية هايدي ضغوط ضغوط على مولود رش العقرب لا يشتغل بطريقة أفضل لا تكون علاماته أفضل لا يخدهم لأهله ويبرهن أنه هو عمل أفضل وناجح بشغله ضرورة أيضاً لا يكون فيه تفاهم مع الناس حتى مع الناس اللي ما بتحبهم أو يلي ما بتتفاهم معهم بلا تكون منضبط العصاب لحتى ما يصير فيه خلافات حتى مع الولاد ومع الأهل والأحبة ولازم تعرف أنه فيه شوية مزاجية ما تخسر لقاء كتير مهم يمكن شخص بتحس أنه من أول نظرة ما حبيته لكن يمكن يكون هذا شخص مهم جداً من نسبة لألك لمستقبلك ولا شغلك فكون دقيق بهذه النقطة بعده عن المشاكل كلياً كونوا منفتحين على الناس الجدد الجديد والغرباء مش كل شخص ما بتعرفه أو لما يكون الأمر برش الثور معناته أنت لازم تخانئ الناس كونوا حذرين هناك مواليد أكثر تعباً من غيرها الأسبوع 26-27 أكتوبر الأكثر حظاً نسبياً 15-16 نوفمبر بديتمنى للجميع أسبوع موفى ما تنسوا تابعوني بالأبراج اليومي كل يوم الساعة 6 مساءً توقيت بيروت الصيفي ودعكم باي باي شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة